خلينا نتكلم على موضوع مهم تاني موضوع مهم اوي محمد الشناوي والمفاجأة الكبيرة بان طبعا يمكن القرار اللي خرج انبارح من اللجنة السلسية باقافة محمد الشناوي اربع مبارات وتغريمه 20 الف جنيه عن سوق سلوكه او سلوكه غير الرياضي مع حكم مبارات النادي الاهلي والبنك الاهلي الحكم محمد سلامة ميت طيب عايزة عارف حضراتكو على اساس ايه القرار ده تلع يعني كلنا عارفين اولا نقطتين النقطة الاولى انك لازم الجولة بتخلص الجولة التامنة لازم تكون تخلص كلها علشان يطلع هذا القرار القرار طلع ما بين 24 ساعة طيب ده الجزء الاولاني اللي عليه علامة السفاني الجزء التاني ليه بتعاقب الشناوي عقوبة صعبة زي دي هتبعد طبعا يعني نجم فريقنا والحارس الاول لمنتخب مصر والنادي الاهلي اربع مبارات هتبدأ مبارات المقاولين وبعدها مبارات بيراميد ثم يعني ما نرجع من كاس العالم دي عندنا سموحة وعندنا طلاق على الجيش عايز اقول بأنه منطق أنه منطق ممكن توقف هذا الحارس اولا النقطة الاولانية سرعة اتخاذ القرار بشكل انا مش فاهمه لان المفروض الجولة تخلص وبعدين تطلع القرار دي النقطة الاولى النقطة التانية والعايز اقول لحضراتكو ان الحكم نفسه الحكم نفسه من خلال طبعا زملائنا هنا في الاعداد تواصله مع الحكم وقال ان محمد الشناوي ما اسقش لي باي حاجة وكان بيتناقش معايا باسلوب راقي جدا وان طبيعي لو كان يعني هو قال كده وبالتالي التقرير ما ادنش محمد الشناوي طيب من امتى دلوقتي انت ما بتاخدش بالتقرير يعني خلاص التقرير اكيد تقرير الحكم ما ادنش الشناوي طب القرار ده تلع بسرعة ازاي وفي نفس الوقت الحكم يعني يعني احنا عندنا مصادر موسوك منها جدا جدا ان الحكم فعلا قال ان محمد الشناوي لما رحله اتكلم معاه بكل هدوء اتناقش معاه اولا ككابتن فرعا وكابتن النادي الاهلي وهو نفسه قال انه اتناقش معايا بكل ادب ولم يخرج عن النص الرياضي دي نقطة مهمة جدا جدا طب الاسباب ايه اشتركوا في القناة